السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاة جبدت بسعب معكم دايما سر نفي قطر على لسان ممثلها الإعلامي في الأمريكا بلقاء مع فوكس نيوز الأمريكية ونفق تقرير إيران إنترناشنال عن الملف المسرب لنائب قوات البسيج قاسم قريشي لأنا اتكلمت عنه في حلقة من يومين اتنين وقال إنه التصريحات دي كلها والتسريب ده غير صحيح وإن قطر يضوب إن هي بتنسق مع اتنين وثلاثين دولة بتشارك في المونديال لكن ما فيش أي تنسيق أمني خارج الحدود لتنظيم عمليات دخول الملاعب مش أكتر من كده طب الحرس الثوري اللي موجود والبسيج والناس اللي اتقابت عليها والقمع للمعارضين والتسجيل الصوتي لقاسم قريشي اللي الغاية دلوقتي إيران ما نفتهوش نقدر هنا نقول إيه؟ نقدر نقول إن قطر تنافس نظام الملاهي في الكذب وتنفس الكذب أهلا بيكم في حدث اليوم رجاء تفعيل الجرس باللون الأسود واعمل شير واعجاب لي الحلقة وبسم الله ندخل فيه كلام مهم علي الأنصاري الممثل الإعلامي لقطر في أمريكا نفى في مقابلة مع فوكسي نيوز الأمريكية التقرير لإيران انترناشنال عن الملف المصرب لنائب قوات البسيج قاسم القريشي اللي اتكلم فيه مع صحفيه ومراسلي البسيج عن قد إيه التعاون الأمني اللي قامت به الدوحة مع النظام الملاهي من أجل تقييد دخول المشاهدين والمتفرجين الإيرانيين المعارضين وإن الدوحة قدمت كل فروض الولاء والطاعة وقالت لهم لو أنتم عايزين لبن العصفور نجبه لكم أي حاجة ده كلام قاسم قريشي لكن علي الأنصاري قال إن التقرير المصرب ده غير حقيقي وقال إن الكلام اللي قالته إيران انترناشنال غير حقيقي ده طبعا دي قطر هنا قطر بتظهر يعني مرة أخرى من ضمن المرات اللي هي بتظهر فيها تكذب أي دور بتعمله في الخفاء لأن أدوار قطر دايما قطر أدوارها البطولية والقوية بتبقى في الخفاء وتكون كلها لدعم الإرهاب يعني تقوم بعمليات قمع لأطراف آخرين تدعم دول إرهابية تقوم بعمليات غير أخلاقية هو ده دور قطر قطر النظام اللي فيها قائم على كده خدمة مصالح يعني الأجندات أو خدمة النظم الحكومية اللي هي تم توظيفها في الدول العربية لخدمة أسيادهم الغرب لكن الراجل اللي هو علي الأنصاري ممثل الإعلام القطري اللي قطر ما عندهاش حاجة غير الإعلام على فكرة اللي هي الجزيرة يعني لكن عمتا بيقول إن دخول المتفرجين والمشاهدين الإيرانيين لما لعب ما فيش أي تنسيق أمني ما بين الدوحة وتهران بخصوص تقييد دخول حملي بطاقات الدخول لكأس العالم ورفض تصرحات قاسم قريشي اللي هو نائب قائد البسيج اللي قالها من يومين اتنين بخصوص تعاون أمن كبير بين الحرس والبسيج وأيضا بين الأمن القطري اللي هم موجودين بالفعل يعني موجودين بالفعل يعني البسيج والحرس الثوري موجودين بالفعل خارج الملاعب في الدوحة كلها وقاموا بمراقبة واعتقال المعارضين للنظام الملالي اللي هم رصدوهم من قائمة البطاقات اللي قطر عرضتها عليهم وده اللي قاله قاسم قريشي واللي ده تم ذكره فيه التسجيل الصوتي المصرب لقاسم قريش ولكن قال علي الأنصاري أن احنا بننصق فقط مع اتنين وتلاتين دولة مشاركين في المونديال من أجل سلامة المنتخبات اللي بتشارك احنا والله بنقول سلامتك يعني طب التسريب اللي ظهر يعني نتيجة قرصانة مجموعة بلاك ريورد قال قاسم يا قريشي فيها أنه صحفي اللي طبعا قال الكلام ده للصحفي البسيج شرح لهم قد ايه التنصيق كان على الأعلى مستوى وأن قطر قالت لي المماثرين القوات الأمنية من الحرس الثوري ومن البسيج قالت لهم اللي عايزة تنفذوا القوات دي موجودة هنا احنا هننفذوا لها يعني قطر ياما كذبت ياما كذبت يعني هجومها على السعودية ياما كذبت وقالت أنه ما حصلش دعمها للإرهاب في مصر ياما كذبت وقالت أنه ما حصلش دعم لها للإرهاب في ليبيا ودعم إرهاب في تونس دعم إرهاب في سوريا دعم إرهاب في العراق ياما كذبت أنه لم تدعم الإرهاب أو تدعم الحوثيين في اليمن ما حصلش كل ده ما حصلش ما فيش أي حاجة من ده حصلت خالص ليه لأن قطر نفسها ما حصلتش قطر نفسها ما حصلتش يعني ما فيش دولة زي يعني ما فيش شبه دولة زيها ما فيش كيان زيها ما فيش كيان موظف للأسف للأسف عربي زيها يعني اللي قامت بيه قطر واللي عملته من شر وفتنة ودعم لإرهاب في المنطقة العربية وخدمة مصالح الغرب من أجل تقسيم الدول العربية كل ده ظن من قطر أنها في الآخر هتاخد هدية أنها تقود ما تبقى من الدول العربية يعني هي كانت عايزة تقسم السعودية يعني تخلي الإخوان يتغلغلوا الإسلام السياسي يتوغل وأنها تدعمهم عبر منبر الجزيرة وكمان عبر الاستخبارات القطرية المحدودة أنها تقدر أنها تهيمن على الدول العربية ولكن لما بيكون الفقر يظن أنه هو أسد في الغابة ده بيكون مصيره في الآخر والغريبة أنه الدول العربية سمحت قطر في الآخر ولكن هي قطر هو ده عمرها ما تتغير على فكرة الحقيقة أنه قطر قدمت للبسيج خدمات اللي قالها قاسم قريشي فيه جزء تاني من التصريح على فكرة اللي أنا ما تكلمتش عنه قال أنه هم فحصوا الأسماء والبطاقات الدخول المبارات للإيرانيين وكان فيه خمس تلاف وتلتمائة تذكرة أو بطاقة تم تسجيلهم وكشفوا عن خمسمائة اسم أعطوه للحرس الثوري والبسيج الخمسمائة اسم دول متطبقين مع قائمة تم إعدادها من جهاز الأمني للنظام الملاهي والقائمة دي طلعت متطبقة أنهما اعتقلوهم قبل الدخول للملاعب يعني تم اعتقال خمسمائة قبل ما يدخلوا ده غير أنه قال قاسم قريشي أنه زملاء النبي الحرس فحصوا قوائم أسماء كانت جاية من أوروبا لحجزة يعني بطاقات للدخول المباريات الثلاث للمنتخب الإيراني بغرض الاستغلال المنديان للقيام برفع لفتات وأنهم يعني يدعموا المعارضة الإيرانية ولفع الشعارات للمعارضة الإيرانية وأنهم يعني يعني أنهم قاموا بإجراء لإعتقال مجموعة من الناس دي قالت يعني الحرس الثوري قال إنه قالت للحرس الثوري إنهم قدموا قائمة وإحنا هننفذ أي شيء أنتم تطلبوه طب إيه اللي حصل بعد كده حصل اشتباكات قبل يومين اتنين كان فيها جرحة يعني عدد من الجرحة حصل اشتباكات ما بين المواليين للنظام الملالي يعني كان فيه من أفراد أمنة كانوا لابسين لبس عادي موجودين داخل المدرجات ودول كانوا بعض المشجعين للمعارضة ولكن كانوا لا يحملوا اللافتات ولما دخلوا المدرجات أو من الشعب الإيراني مش من المعارضة ولكن كل الشعب الإيراني بيعارض النظام الملاي في الأخير هما دخلوا من خرج منهم تم اشتباكات وإحداث إصابات ليهم كتير جدا وكيفهم ناس بتنزف من وجههم وأنا شفت الفيديوهات دي لكن الصورة بتاعتها كانت بشعة شوية فأنهم كانوا بيطلبوا النجدة من الشرطة القطرية وأن هي لم تتحرك تجاه هذه الإصابات اللي حصلت للمشجعين نتيجة الضرب المبرح من التابعين للنظام الملاهي اللي كانوا موجودين فيه داخل الملاعب ومدرجات ده كان فيه المباراة الأخيرة بالأخص المسؤولين القطريين يعني بيكذبوا التسريب والخبر من إيران انترناشنال وقالوا إن هم كانوا جايين بس للتأمين طب إزاي هم فيه بس يعني الحرث الثوري ده موجود والبسيج موجودين اللي موجودين في الضحة ده بيعملوا إيه يعني قوات البسيج والحرث الثوري اللي موجودين يعني إحنا مش هنتكلم عن التسريب الصوتي مش هنتكلم عن يعني الاختراق اللي عملته Black Rewards والتسريب ده طب قوات البسيج واللي هي اشتبكت مع المعارضين اللي أبضت على المعارضين اللي أبضت على المشجعين الإيرانيين حتى اسواءا كانوا بيحملوا اللافتات أو غير حاملين اللافتات كان فيه إصابات كتيرة جدا قوات البسيج والحرث الثوري اللي موجودين في إيران بأعداد كبيرة مش هم اللي بيحموا وبيأمنوا كاس العالم ولا هم جايين الضحة يعملوا يعني جايين الضحة ياخدوا حمام شمس يعني ولا جايين مثلا بيتعالجوا من ضرب الثوار ليهم في إيران وجم الضحة يتعلقوا في مستشفى الضحة يعني هم كانوا موجودين بيعملوا قوات البسيج دي الحقيقة أن قطر يعني بتقوم بأدوار خدمات جليلة لإيران ونظامها إيران يعني يعني كل ما تطلبه من قطر بيتم تلبيته من القطريين قطر لا تستطيع أنها تتفوه مع النظام الملاي يعيزت مش موضوع أنها عايزة تعدي كاس العالم عشان خاطر يرى ما تعملش حاجة بس لا حتى بعد الكاس العالم يعني في أخبار بتتكلم أن بعد كاس العالم هيكون في تطورات وممكن يحصل أحداث مؤسفة في المنطقة المنطقة هتتم إشعلها أكتر من كده في تسريبات ومصادر بتتكلم عن كده أكتر دولة هيتم الإضرار بيها وهتتداس في الرجلين هي قطر لأن انتهاء نظام وانتهاء انتهاء صلاحية الحرس الثوري والبسيج والنظام الملاهي حينما ينتهي هينتهي دول قطر هي قطر دورها إيه غير كده يعني هي بتقش على إيه هي بتقش لأن هي بتخدم الأجندات بتخدم مصالح الكيانات الإرهابية لأن هي معهم في نفس الحلقة هي دي قطر هي دي قطر والمنظومة بتاعتها لكن كدولة عربية إحنا مضطرين نتعامل معها مضطرين للأمن القومي الأمن القومي العربي فمضطرين نتعامل معها مش حبا فيها مش حبا في النظام بتاعها لأن النظام بتاعها معروف النظام بتاعها يعني هو يعني هو ممثل للأسف يا قطر ممثل لنظام الملاهي داخل الدول العربية هي ممثل لي هي ممثل لي الأجندات الغربية هي إحدى الزراع لتنفيذ الفتنة والشر وتقسيم الدول العربية داخل الدول العربية هي كيان صغير مزروع بواك هي تعتبر الكيان الثالث بعد كيان الصهيوني قبل 70 سنة وقبل الكيان الصفوي ما يمثله من نظام الملاهي اللي بقاله 43 سنة والنظام القطري اللي موجود من ساعة اللي تغير من ساعة نشئة قناة الجزيرة من 25 سنة قناة الجزيرة بقالها 25 سنة هي نفس المنظومة 25 أو 26 سنة نفس هي تم توظيفها تم توظيفها كيان داخل الدول العربية لتقسيم الدول العربية لزرع الفتنة للإضرار بكل الدول العربية للإضرار بالأمن القوم العربي كله هي دي تم زرع النظام القطري لكده دي وظفته وده هدفه وهو عايش على كده ولكن بانتهاء دور النظام الملاهي هتنتهي وظيفة قطر وهتدس في الرجلين هي واللي زيها أي دولة تم توظيفها زيها هيحصل نفس الأمر فيها وفي الأخير أنه الكذب القطري سيستمر طول ما دور قطر مستمر ولكن في الأخير ربنا يحفظنا من شرها وشر من يشغلها حفظ الله جميع استودعكم الله الذي لا تدع ودعه حفظ الله جميعا